اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو وابدكو يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك يبتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكم بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة للك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بدك يا خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشي برجهم وطالعهم اي بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش النازل وطالع هذا ما انه فيه ان برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل ماوليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج العقرب طبعا الموليد اللي برجهم عقرب واللي طالعهم عقرب هم اللي رح يستفيدوا من هاي التوقعات طبعا أول شي رح نحكي عن العقرب عن البيت الأول اللي هو برجك انت اللي هو بيت الشخصية والمظهر الخارجي والطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير وبرضو طريقة محبة الجنس الآخر لأن هاي الفترة اللي رح تتركز عليها اللي هي من 10-9 ولغاية 17 ومن 23-10 ولغاية 24-11 هي أقوى الفترات اللي رح تكون ممتازة على مستوى هاي الأمور طبعا من 23-10 لغاية 22-11 هي الفترة اللي بتسترد فيها عافيتك وبتبدأ فيها من عيد ميلادك بتبلش بمرحلة السنة الجديدة لإلك أقوى الفترة اللي رح تكون ممتازة لإلك اللي هي من 10-9 لغاية 17 اللي رح تشعر فيه نوع من أنواع الإيجابية والحظوظ اللي بتدعمك بدك تدير بالك من 30-10 لغاية 13-12 بسبب المريخ اللي رح يكون موجود عندك وهذا رح يخليك شوي عصبي أو منفعل أو مندفع في بعض الأوقات فبدك تدير بالك من هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك الثاني طبعا اللي هو القوس هو بيتك الثاني هو بيت المال بيت الممتلكات والأموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية البنوك المعادن الثامنة وما يتوجب علينا استثماره والإنتاج وردود أفعالنا اتجاه الظروف المالية يعني زي سداد قروض أو جدول الديون أو أشياء من هذا القبيل برضو هو بيت المصاريف عشان هيك الفترات الإيجابية رح تكون من بداية العام لغاية ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمسة احداش ومن ثنين وعشرين احداش ولغاية واحد وعشرين اتناش أقواها بالحضوض لإلك هي رح تكون بدرجة أولى اللي هي من ثنين وعشرين احداش لغاية واحد وعشرين اتناش ولكن القوة اللي رح تشعر إنه فيه أرباح أو الحظ بنظر لك من ناحية مالية هي من بداية العام وحتى ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمسة احداش بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة أو الأزمات المالية اللي هي من ثلاثة عشر اتناش وحتى نهاية العام وفترة الخسوف والكسوف اللي رح تكون في ستة وعشرين خمسة هذا الخسوف عشان هيك بدك تدير بالك واللي هي فترة أربعة عشر اتناش بدك تدير بالك هذول الفترات اللي ممكن تأزم عليك الأمور المالية شوي أما بالنسبة للبيت الثالث وهو بيت قوي جدا بالنسبة لك وأعطيك حضور جيد جدا على مستوى السفر القصير اللي هي سفرة وبترجع يعني مش سفرة هجرة أو تنقلات أو اتصالات أو وسائط النقل يعني الاتصالات زي التليفونات وسائط النقل زي السيارات وبرضو للاستراد والتصدير للي يشتغلوا بالتجارة الدراسات والامتحنات اللي هي ما دون الثانوية يعني ثانوية عامة وما دون اللي هي الأكاديمي مش الجامعية والهوايات والامتحنات والجيران علاقتك مع الجيران والشراء والبيع وعلاقتك مع الإخوة والأخوات والأقارب المفروضة اللي هم المقربين عليك وبرضو الأصدقاء المقربين هاي الفترات رح تكون هي من بداية العام لغاية واحد اثنين ومن خمسة حداعش لغاية نهاية العام أقواها بوجود الشمس اللي هي من بداية العام حتى تسعة عشر واحد ومن واحد وعشرين اتناعش وحتى نهاية العام القوة المطلقة اللي فيها حضوض وممكن تحقق مكاسب أو سفريات أو امتحناتك تكون مذهلة هي من ثمانية واحد ولغاية واحد اثنين ومن خمسة حداعش لغاية تسعة عشر اتناعش أهم الفترات اللي بدك تحذر أثناء تنقلاتك أو أثناء قراراتك أو أثناء تفكيرك لأنه شوي ممكن تكون مشتت بالفكر اللي هي أول إشي فترة تراجع الزهرة اللي هي في تسعة عشر اتناعش الف عشرين واحد وعشرين وحتى نهاية العام وفترة تراجع بلوتو اللي شوي بيخلي عندك نوع من أنواع التسرع أو المغامرة أو حب الاندفاع فهاي الفترة بتكون سلبية اللي هي من سبعة وعشرين أربعة لغاية ستة عشر أما بالنسبة للبيت الرابع اللي هو بيت العائلة طبعا هي زاوية صعبة شوي يعني هذا البيت شوي بيكون في نوع من أنواع الصعوبة ولكن إحنا بنعطيك الإيجابية قبل ما ندخل على الصعوبة هذا لكل ما يتعلق بالبيت بيت العائلة العقارات الطفولة محل الإقامة حياسة الأمتعة والأثاث الحياة العائلية وبتدل على الأب يعني ممكن تشتري عقار ممكن ترحل من بيت لبيت ممكن تشتري بيت جديد ممكن يصير فرحة عندك في البيت أو مناسبة مصالحة ما بينك وبين أحد أفراد العائلة كان في زعل أو خصومة ما بينك وبينهم ممكن يصير أشياء يعني كل ما يتعلق بالبيت طبعا الفترات اللي تتركز عليها الإيجابيات هي من بداية العام لغاية 14-5 ومن 18-10 لغاية 29-12 طبعا وجود الشمس ما بعطيها القوة الكثيرة في هذا البيت بالعكس يعني بيخليك تحب البيت أكثر وما تحبش تطلع وبتحب أنك تنام أكثر وبتحب أنك ما تختلطش بالمجتمع كثير اللي هي من 19-1 لغاية 18-2 الزهرة لأن وجودها رح يعطي أفراح ومناسبات ويعطي تقرب كبير ما بينك وبين أفراد العائلة وثقة عالية حتى على مستوى البيت وممكن شراء عقار زي ما حكينا أو تنجل من بيت لبيت هي من 1-2 لغاية 25-2 المشتري رح يدعمك برضو بشكل قوي على مستوى العائلة صحيح أن المشتري قوته رح تكون هائلة خلال السنة هاي ولكن بدخوله مع زحل شوي زحل رح يسحب من القوة يعني إشي رح يسحب من قوة إشي فعشانك رح تشعر في تناقض بتواجد الكوكبين المشتري رح يدعمك من بداية العام وحتى 14-5 ومن 18-10 وحتى 29-12 لكل موليد البرج أما بالنسبة لزحل فزحل رح يضغط على موليد العشرية الأولى فقط على مستوى البيت هي من بداية العام وحتى 23-5 ومن 11-10 وحتى نهاية العام رح يجيب شوية خلافات أو مناوشات أو حتى يعني نوع من أنواع الخلافات وفي أشخاص ممكن تطلع قصريا من بيوتها أسوأ الفترات هي فتر التراجع المشتري لأنه بتفقد الحضول وبصير الزحل هو المسيطرة على الساحة هي من 28-7 لغاية 18-10 أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا البيت الخامس اللي هو الحوت هذا أقوى البيوت بالنسبة لألك يعني هو الثالث خامس تاسع هذول أقوى البيوت لألك البيت الخامس هو إلو علاقة بالعاطفة بالحب بالحظ بالمقامرة اللي هي المراهنات أو تجربة الحظ الترفيه المسرات الأولاد الحمل الفنون بيدل على اللذات على التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية الفترات اللي رح تكون مميزة هي من 18-2 لغاية 4-4 ومن 14-5 لغاية 20-6 ومن 29-12 ولغاية نهاية العام الفترة يعني منقدر نحيي الفترة اللي رح تشعر فيها بأشياء قوية هي فترة وجود الشمس اللي هي من 18-2 لغاية 20-3 ولكن القوة اللي رح تلمس فيها الحضوض والعاطفة وممكن منكو كثير ناس تدخل بعلاقات عاطفية هي فترة من 25-2 لغاية 21-3 وفي منكو ممكن يطور علاقة عاطفية لمرتبة الارتباط أو الزواج أو أمور من هذا القبيل طبعا المشتري رح يدعمك بشكل قوي وخصوصا موليد أول أربع موليد من برج العقرب أو اللي هي الخمسية الأولى المشتري رح يدعمهم من 14-5 ولغاية 20-6 ومن 29-12 وحتى نهاية العام بدكو تحذروا من الأمور العاطفية وبعض النزاعات أو الخلافات ما بينكو وبين الأحبة هي فترة تراجع المشتري اللي رح يتخلى الحظ عنكم فيها هي من 20-6 ولغاية 28-7 نبتون شوي في تراجعه من 25-6 لـ 1-12 بيخلي الأوهم أو الشكوك أو الغيرة تلعب دور كبير فهي بتكون تديروا بالكم منها أما بالنسبة للبيت السادس طبعا البيت السادس له علاقة بالصحة له علاقة بالعمل هو بيت سيء يعني بمكانه هو بعطي سيء ولكن فيه فترات بكون فيه إيجابي يعني ممكن يجيب لك عملي جديد ممكن تتعالج من مرض كان صعب تتعالج منه وتجد علاج لأنه هذا العمل والصحة والخدمات والطعام والحيوانات الأليفة والحاجات اليومية ومسئولياتك اليومية والمهام والتغذية حتى الحمية واحد يبدأ بحمية أو برجيم معين بعلم الطب وملحقات وحتى إلها علاقة ببعض أمور التجميل والأمراض العابرة زي الحوادث اللي ممكن يتعرض لها الأشخاص فعشان هيك الفترة القوية هي اللي رح تحس فيها إنه الحظ بدعمك في هاي الأمور وممكن تحصل على عمل جديد أو تبدأ مرحل جديد أو يساندوك زملائك بالعمل في هاي المرحلة أو تبدأ رجيم معين هي الفترة من 21-3 لغاية 14-4 بدك تحذر اللي هي من الآن وحتى 7-1 هاي الفترة اللي بتظلها ضغطة عليك على بيت الصحة عشان هيك بتظلك كل فترة تشعر بأشياء أو توععكات بتجيك بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع طبعا بيت السابع بيت الشراكة وبما إنه أي كوكب رح يكون مقابلك في برج الثور هو رح يسحب من طاقتك بعطيك إيجابية صحيح ولكن بسحب من طاقتك طاقتك بتكون ضعيفة يعني ما عندك جهد أو ما عندك رغبة لإنجاز أمور فهذا البيت له علاقة اسمه بيت الشراكة بيت الشراكة في العمل في العاطفة في السمعة السمعة الشخصية الخطبة الزواج الطلاق توقيع العقود التجارية الأعداء الظاهرين والأعداء الخارجين والقضايا والدعاوى القضائية فعشان هيك في ناس كثير ممكن تخطب أو تتزوج أو حتى اللي في خلاف ما بينهم وبين أزواجهم بدهم يفصلوا أو يرفعوا قضايا طلاق الفترة هاي هي المناسبة لهاي الأمور طبعاً هاي الفترة بتكون من 14 أربعة لغاية عشرين خمسة أقواها للعاطفة والارتباط والحظوظ هي من 14 أربعة ولغاية تسعة خمسة أما بالنسبة للمريخ اللي رح يكون موجود من سبعة واحد لغاية أربعة ثلاث هذا رح يجيب بعض الخلافات ما بين الأزواج أو صوت فاهم أو ما بينك وما بين الشركاء بتكونوا تحذروا منها وبرضو لا تنسوا أنه رح يصير خسوف للقمر الجزئي يوم تسعة تاشة داعش في نفس المكان فهذا الإشي رح يأثر عليكم بشكل سلبي أورانوس طبعاً بيجيب مفاجآت فعشان هيك بتكونوا تحذروا موليد العشرية ثانية من المفاجآت اللي بتيجي على المستوهات أما بالنسبة للبيت الثامن طبعاً البيت الثامن الجوزاء هذا له علاقة بالتاركات والديون والضرائب أي شؤون المالية والمتعلقة بالشراكة أي مال في شركة أي إشي في شركة هذا بدل عليه وصحة أحد الأحبة وبدل على تغييرات الروحانيات العالم الآخر الجنس الشهوات والاختفاء طبعاً هنا منحكي إحنا عن الميراث منحكي عن ديون إليك أنت مش قادر تحصلها أشياء من هذا القبيل طبعاً أفضل الفترات هي من أربعة خمسة ولغاية واحد وعشرين ستة ومن اثنين وعشرين ستة لغاية احداش سبعة هاي كل الفترات اللي أنت رح تركز على هاي الأمور طبعاً أقوىها بالحضوض اللي ممكن تسترد أموال لإلك فيها أو تحصل على قروض مثلاً أو تدخل بشراكات هي من تسعة خمسة لغاية اثنين ستة بدك تحذر طبعاً من النصب والاحتيال أشخاص ينصب عليك أو يورطوك بأموال أو يعني مغامرات مالية تكون فاشلة هي فتر التراجع وطارد اللي هي من ثلاثين خمسة لاثنين وعشرين ستة وأثناء وجود المريخ من أربعة ثلاثة لثلاثة وعشرين أربعة بدك تدرس كل ورقة قبل ما توقع عليها لأنه برضو في كسوف للشمس رح يصير في نفس المكان يوم عشرة ستة أما بالنسبة للبيت التاسع اللي هو برج السرطان وهو من أقوى برضو البيوت اللي بتساعدك وبتناصرك وبتدعمك بشكل قوي هو بيت السفر البعيد بيت الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد الفلسفة الدين المعتقدات الروحية الدراسات الجامعية وامتحاناتها الاستراد والتصدير والأمور القضائية برضو هذا إذا أنت قدرت تستغل هاي الفترات أعرف أنك أنت رح تحقق إنجازات على مستوى هجرة أو سفر بعيد أو دراسة جامعية أو انتحاناتك أو دراسات عليا هي من 2.6 لغاية 28.7 أقواها بالحضوض هي بتيجي من 2.6 لغاية 27.6 لأن الظهرة اللي بتكون موجودة وبدك تدير بالك وتنتبه بشكل كبير بالفترة ما بين 23.4 لغاية 11.6 لأنه هنا ممكن يتعطل سفر ممكن يصير خلاف ما بينك وبين جهة أجنبية أو إيشي إلو علاقة بالجامعة مثلا مواد تحملها أو ما تقدم امتحانات بشكل جيد فعشان هيك ما بدك تعتمد على الحضوض بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة طبعا هو برج الأسد بيت سمعتك فعشان هيك هذا بركز على المركز الاجتماعي على الشؤون الحكومية على الأمور السياسية العلاقاتنا برؤسائنا وزملائنا في العمل والترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة كمان بدل على الأم طبعا هذا البيت يا برفعك فوق وبيعملك شهرة يا بنزلك تحت وبيجيب لك فضيحة فعشان هيك بدك تكون منتبه تستغل الأيام أو الفترات اللي بتكون إيجابية اللي تقدم فيها أو يجيك عمل جديد مثلا أو ترقي أو ترفيع أو منصب حتى لو منصب سياسي بتشتغل بالسياسي هذا بيت الشهرة وبرضو بيت الفضايح يعني إذا غلطت ما رح يرحمك طبعا الفترات الإيجابية هي من 27 ستة لغاية 22 ثمانية هاي الفترات اللي ممكن تحقق فيها إنجازات رائعة ويكون إلك أنت حصاد لشيء أو مكافأة أو تكريم أقواها 27 ستة لـ 22 سبعة بدك تحذر من تشويه السمعة ومن التآمر أو المجازفات أو المغامرات هي من 11 ستة لغاية 29 سبعة من لاحظ أنه الزهرة موجودة والمريخ موجودين في نفس الفترة تقريبا فعشان هيك أو إشي رح يعطيك مكاسب وإشي رح يعطل عليك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة يعني راجع تحركاتك بشكل جيد وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 اللي هو العذراء هو بيتك 11 بيت الرغبات والأماني والأمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية الحفلات والدعوات والأصدقاء الموثوق فيهم اللي بيقدموا لك الدعم والحماية واتباع العواطف المتعلقة بالحب العذري هاي الفترة بتنشط عندك من فترة 22-7 لغاية 22-9 أقوى حضوظ فيها ورح تنشط بشكل كبير اجتماعيا وممكن من علاقاتك الاجتماعية تحقق شيء ما كنت تتوقعه هي من 22-7 لغاية 16-8 يعني ممكن صديقي يدعمك أو من خلال مناسبة معينة يصير معك شيء مثلا ارتباط أو علاقة تتطور في المستقبل بدك تحذر من خلافات أو صدمات أو مشاكل ما بينك وبين أحد الأصدقاء من 29-7 لغاية 15-9 وصلنا لبيت المتاعب هو آخر بيت بيتك 12 اللي هو برج الميزان وعادة أي كوكب بتواجد في هذا البرج في بيت الميزان قبلك يعني على طول الخط أنت بتحس بنوع من أنواع الإرهاق أو التعب أو الطاقة المفرطة وعود ما بتتمش ناس بتوعدك بتخلف أشياء بتتعطل كل إشي بصير فيه نوع من أنواع السلبية هذا البيت هو بيت المؤسسات الكبيرة بيت المستشفيات لا أشخاص ممكن يدخل مستشفيات يعملوا عمليات بيت السجون قضايا تنحكم فيها وتنسجن صلاة عرض الفنون الأسرار برضو ممكن حدا يتحرر من السجن هذا بيت متاعب بيت المحل الكبيرة بيت الأمراض الخطيرة المهلكة المزمنة السجون المعتقلات الأعداء الخفيين الوحدة والعزلة اللي هي الاكتئاب وما هو مقدر على الإنسان الآن هذا أصعب فترة رح تكون موجودة هي الفترة اللي بكون موجود يعني تأثير الكوكب موجود فيه فعشان هيك من الفترات الصعبة اللي رح تمر عليك هي من 22-9 لغاية 23-10 اللي هي فترة وجود الشمس في برج الميزان هذا الاشي رح يتعبك صحيح انه الزهرة رح تدعمك شوي من 16-8 لغاية 10-9 بتخفف عليك الضغوط شوي ولكن برضو بدك تحذر لانه شوي البيت هذا حساس بده حذر التواريخ هاي بدك تدير بالك منها تراجع عطارد برضو رح يصير في بيت متاعبك اللي هو في 27-9 لغاية 18-10 وتواجد المريخ برضو رح يكون في 15-9 لغاية 30-10 هاي الفترات داك تحفظها او تسجلها انه هاي اصعب الفترات رح تمر عليك خلال هذا العام بدونها كلها هاي امور بسيطة وبتمضي عشان هيك بدك تركز على هذه التواريخ هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء